السلام عليكم وصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين أمرة المبعد معكم محمد الهنداني واليوم سنشرح طريقة نشر المنشورات من الفيسبوك مباشرة إلى المدونة والأهمية والخاصية لهذا الطريقة هي أن المدونة تسمح للبحث في البحث في الكلمات مهما كانت أما الفيسبوك عندما تعود إلى المنشورات السابقة يقوم اليهاز بالتعليق وقد يسخن ويأخذ وقت في التحميل وما إلى ذلك فلذلك الموقع هو Deliverate كما هو موضح أمامكم في شاشة أو كما هو مكتوب في أعلى الشاشة في ركن الأيسر الموضوع سهل جداً ستواجهون هذه القائمة فكل المطلوب منكم كالتالي الذهاب إلى أسفل الصفحة والذهاب إلى فيسبوك إنبوت الضغط على ذلك ومن ثم سيطلب منكم الدخول أو الولوج إلى الفيسبوك فتضغط continue استمرار وبعدها ستظهر صفحات الفيسبوك الخاصة فيك فعلى سبيل المثال سأأخذ صفحة Punchbowl Deals أو سنأخذ على سبيل المثال صفحة الغفران ولكن للتبسيط سنأخذ Punchbowl Deals وثم نضغط Connect وهي ربط نفس الشيء إذا كانت لديك حساب وليس صفحة نفس الشيء موجود ومن ثم تعدل ماذا تريد أن يكون الاسم وأن يكون النشر تلقائي مباشرة ومتى يجب أن يكون تبعك المنشر الأول والخير هذا سيكون الآن فستبقي كل هذه الأشياء على ما هي ثم تضغط Connect Socials تضغط هنا ومن ثم تلاحظ بما أنني سجلت الدخول عن طريق البرنامج عن طريق حسابي في جوجل وهذا الشيء مهم فنريد أن نقوم بمشاركة المنشورات فقط إلى المدونة لذلك من المنشور تبع الفيسبوك إلى المدونة تبع جوجل وهذه هي ولذلك لأنني دخلت سجلت الدخول عن طريق حسابي في جيميل أو حسابي في جوجل ولذلك تمت إضافة المدونة تلقائيا فأضغط Start Posting طبعا الميزة التي يقدمها هذا البرنامج هو تقديم حوالي 50 منشور في الشهر مجاني إذا زاد عن 50 منشور ذلك سيكون هناك شتراك بعشرة دولار سنويا فلذلك 50 منشور في الشهر أعتقد كفاية بما أن هذا الفيديو مخصص للأخ حسان منصوري فلذلك أعتقد أنه ينشر 50 منشور في الفيسبوك شهريا وهذا عدد كبير جدا فالنقطة الثانية التي سنقوم بها سنقوم بدخول الخروج من هنا والدخول في حسابنا في الفيسبوك طبعا ماذا سنكتب سنكتب فرضا هنا شيء سنكتب السلام عليكم على سبيل المثال ومن ثم نكست ومن ثم نشر بوست فستلاحبون تم النشر جستناو الآن السلام عليكم طبعا سنذهب النقطة الثانية سنذهب إلى المدونة هذه المدونة أغلب الظن لن تجدوا المنشور مباشرة فسنقوم بالتحديث وهنا هي الذي كتبناها هنا فيستطيع الباحث والشخص الدخول وثم الدخول مرة أخرى وثم قراءة الرابط هذا سيكون دائما موجود ولكن يعني تستطيع تياهله بسهورة أو تستطيع أن تعديل بذلك لكن لا أعتقد أنه سيسبب أي مشكلة للباحث أو القائر هذا كل شيء ويستطيع بعدها فرضا الشخص الذي يريد أن يحسن جودة المنشورات بكتابة الكلمات الشائعة هنا وتعديلها وإضافة أي بيانات أخرى ولكن بشكل عام هذا كل شيء شكرا لحسست معكم كان معكم محمد الهمداني في أمان الله محمد الهمداني